السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمي بعد ما معظم المدارس فعالت حساب منصة ادمودو جايبين لكم النهاردة شرح عملي حنسجل لطالب عملي قدامكم عشان الناس اللي عندها مشاكل ومش عارفة تفرق بين رمز الصف ورمز المجموعة والاسم المستخدم والمشاكل الكتير اللي بتواجهكو وانتو بتسجله تابعونا لنهاية الفيديو وان شاء الله بعد ما الفيديو يخلص كل واحد فيكو هيقدر يدخل ويسجل على المنصة بتاعتو على المدرسة بتاعتو اول حاجة بنفتح المتصفح جوجل وبنكتب فيه new.idmodo.com انا بشرح لكم تمام بالضبط زي ما تعمل في المدرسة عندنا هنختار نتيجة البحث التانية اللي مكتوبها newidmodo.com هتفتح لنا الصفحة دي لاحظوا نفوق مكتوب newidmodo بالخط الصغير هي .com هننزل لتحت اول ما تنزل لتحت هتظهر لك الصفحة دي كده مكتوبها المعلم طالب ولي امر انا هتضغط على طالب لان انا عايز اسجل للطالب اول ما اضغط على تسجيل طالب هتظهر لي الصفحة اللي قدامي دي مكتوبها تسجيل بجوجل ولا office 365 or الاسم الاول الاسم العائلة احنا ملناش دعها بالكلام الفوق انا عايز الحاجات اللي تحت دي هي اللي حسجل بها للطالب تعالوا بقى نشوف خطوة خطوة هنسجل ازاي هننزل لتحت شوية عشان نفتح الصفحة كاملة كده الاسم الاول هكتب فيه اسم الطالب اسم العائلة هكتب فيه اسم الاب واسم الجد رمز الصفو ده رمز الكود اللي المدرسة بتنزله لكل مرحلة على الصفحة بتاعتها يعني المدرسة هتروح باعتلكوا كود على الصفحة بتاعتها تقول كود سنة رابعة كذا كود سنة خمسة كذا هو ده اللي حنحطه هنا بتبقى رقمين ومعه حروف هنشوفها دلوقت اسم المستخدم اسم المستخدم ده بقى بنجيبه منين ده اللي هو كود الطالب اللي احنا جبناه بالرقم القومي استعلمنا عليه بالرقم القومي اللي موجود في ععلى شهادة الميلاد لكن قبل ما تكتبه هتكتب قدامه حرفين او تلاتة اي حرفين او تلاتة ممكن اول تلات حروف من اسمك بعد كده البريد الالكتروني وده اختياري عايز تحطه مش عايز تحطه براحتك كلمة المرور وليه الامر ياريت هو ليحط كلمة المرور عشان الطالب ممكن ينساها وتبقى مشكلة بعد كده وياريت تكتبها في كراسة او اي حاجة عندك في ورقة وتعينها علشان لو حد يفيك ونساها يرجع يجيبها تاني وهنا انا مليت بيانات الطالب بعد كده زي ما انتوا شايفين اسم المستخدم كتبت اول تلات حروف من اسم الطالب هو اسمه احمد بس الكلمة مستخبية تحت كلمة ايدمودو احمد كتبت اول تلات حروف منه وبعد كده حطيت الكود الطالب اللي احنا اتفقنا انا احنا جبناه استعلمنا عنه بالرقم اللي موجود الرقم القامل موجود في اعلى شهادة الميلاد بعد كده البريد الالكترون انا ما حطيتوش وحطيت الباسورد كلمة المرور وبعد كده ظهرت لكلمة تسجيل مجاني بالعلامة الزراعية حضغط عليها انا هحطولكو في صندوق الوصف رابط الاستعلام عن كود الطالب باستخدام الرقم القومي هحطولكو في صندوق الوصف اسفل فيديو لكن في ناس ممكن تستعلم عن الكود بتاع الطالب بالرقم القومي ويقول لهم هذا الرمز جير صالح في الحالة دي المشكلة هتبقى عند المدرسة مش عندك انت لان معنى الكلام ان الطالب ما تسجلش على السيستم فلازم تروح المدرسة وهو عمتا هما بيحلوا في المشكلة دي حاليا لان في بعض الطلاب خاصة اللي نقلين من مدرسة لمدرسة تانية اسمقهم مش موجودة بالفعل على السيستم المشكلة دي جارحة لها بعد ما تضغط على كلمة تسجيل دخول هتفتح لك الصفحة اللي قدامك دي مكتوب فيها ايه هل تريد حفظ كلمة المرور لو انت عايز تحفظها اكتب حفظ عادي لأفضل نكتب حفظ بعد كده هيدخلك على الصفحة دي مكتوب فيها ادخل رقم الجوال ولي الامر رقم الهاتف بتاعه ولي الامر او ادخل عنوان البريد لولي الامر طبعا ممكن تعملها لو انت مش عايز تكتب رقم الهاتف او البريد الالكتروني ممكن تعمل تخطي عادي طب ايه الهدف من ادخال الرقم ولي الامر او العنوان البريد الالكتروني هنا حيديك اشعار حيديك اشعارات باي مشاكل حصلت مع ابنك او اي اشعارات حتيجي لولي الامر عن طريق الرقم الجوال او البريد الالكتروني بعد كده حيدخلك على الفصل بتاعك مكتوب هنا ايه فصلي دراسي انجليزي رابع رابع يبقى انت هنا مسجل في فصل رابع رابع وده مقاودي مجموعة اللغة الانجليزية الموجودة قدامك طيب تحت شوية مكتوب مجموعاتي احصل على رمز المجموعة عن طريق معلمك للانضمام للمجموعة هتعمل ايه هتضغط على علامة الزائد المكتوب جنبها التحك بمجموعة وده علشان ايه علشان تلتحك بمدرس اللغة العربية بتاعك او مدرس العلوم او مدرس الدراسات هتضغط على علامة الزائد وحتكون واخد منهم كود المجموعة او رمز المجموعة وحتدخله اول ما تضغط على زائد هيقول لك ادخل رمز المجموع هتدخل رمز المجموع اللي انت اخدته من مدرس الدراسات او العربي كل واحد ولمجموعته اول ما تدخله يبقى انت كده حيتكتب لك انجليز زي ما انجليزي رابع رابع حيتكتب تحتها كمان دراسات رابع رابع لغة عربية رابع رابع وهكذا يبقى انت كده بكود واحد دخلت على صف رابع رابع وبرموز المجموعات اللي انت حتجيبها من المدرسين هتدخل على مجموعات المواد التانية نستكشف الفصل مع بعض هننزل شوية تحت هنلاقي في مربع مكتوف فيه اكتب ملاحظتك هنا طبعا لما يكون فيه اي ملاحظات هتكتبها بعدين كمان فيه مربع مكتوف فيه اختر المجموعة وفيه سهم جنبها تعالوا ما نضغط على السهم ده نشوف هيجيب لنا ايه السهم ده لما بتضغط عليه بيجيب لك مجموعات المواد بتاعتك يعني هنا انجليزي رابع رابع طب لما نضم لمجموعة العلوم حيديني علوم رابع رابع طب مجموعة الدراسات حيبقى تحتها كمان دراسات رابع رابع لغة عربية رابع رابع عشان لما حب أدخل أعمل بحث الإنجليزي أو أي مادة هضغط على السهم ده واختار المجموعة بتاعته ننزل تحت شوية كمان نستكشف الفصل مكتوب هنا إيه تحت الصورة دي نقدم لك مخططك الجديد يساعدك المخطط الجديد على البقاء منظما وإنجاز المهام يتم تحديث جميع مهام واختبارات إدموده تلقائيا ويمكن الآن إضافة مهامك الخاصة أيضا معرفة المزيد تضغط على اطلاعها الآن لما تحب تعرف المزيد كمان عن الموضوع ده وده طبعا مش يخصنا دلوقتي ننزل تحت شوية كمان هنلاقي مكتوب ابدأ محادثة انشئ أول مشاركة لك دي لما تحب تعمل مشاركة كأنك بالضبط بتشاير بوست على الفيسبوك الموضوع بتاعها ساهل ولكن كل حاجة في البداية بتبع احنا مستصعبينها شوي مكتوب لك إيه تحت كمان هذا هو المطلوب حتى الآن يعني أنت مش مطلوب منك إنجاز أي مهام إطلاقا لسه يوم 2 أبريل هتبدأ التفاصيل بتاعت البحث كلنا هنعرفها سواء كنا طلاب أو معلمين بلاش حد يضحك عليكم يقول لكم تعالوا هنعمل لكم البحث وبنسمع مبالغ وبنسمع كلام مالوش أي لازمة انتظر لحد يوم 2 أبريل وحنعرف نظام البحث حيكون إزاي ومعاكم خطوة خطوة تابعونا على قناة بيزا بيستوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر